تعرفتم في فيديوهات سابقة على تحويلات لورنس وعلى بعض الاشتقاقات المتعلقة بها وفي هذا الفيديو سنحاول الوصول إلى معادلة لحساب التغير في X شرطة وفي CT شرطة بدلالة التغير في X و CT التغير في X شرطة ونرمز للتغير بالحرف دلتا الكبير يساوي X شرطة نهائية واكتبوها هكذا X شرطة F ناقص X شرطة الابتدائية واكتبوها هكذا X شرطة F يساوي غاما ضرب XF ناقص بيتا ضرب CTF ما فعلتموه هو أنكم استخدمتم هذه المعادلة هنا ولمعرفة قيمة X شرطة نهائية عليكم استخدام القيمة النهائية لكل من X و CT ناقص X شرطة I وقيمتها تساوي غاما ضرب XI ناقص بيتا ضرب CTF أخرجوا غاما كعامل مشترك تحصلون على غاما ضرب XF وزعوا إشارة السالب على XI فقط تصبح سالب XI إذن ناقص XI ثم ناقص بيتا ضرب CTF وزعوا إشارة السالب مرة أخرى تحصلون على زائد بيتا ضرب CTI لاحظوا أن XF ناقص XI تمثل التغير في X لذلك يمكنكم كتابة هذا الحد في الصورة التالية التغير في X شرطة يساوي غاما ضرب التغير في X أخرجوا سالب بيتا كعامل مشترك تحصلون على ناقص بيتا ضرب CTF ناقص CTI لاحظوا أن هذا الحد يمثل التغير في CT تصبح المعادلة غاما ضرب التغير في X ناقص بيتا ضرب التغير في CT ولأن قيمة C ثابتة يمكنكم أن تكتبوا C ضرب التغير في T أي أن الصورتين صحيحتان كما تلاحظون المعادلة لها نفس شكل معادلة X شرطة هذه ووجدتم الآن أن التغير في X شرطة يساوي غاما ضرب التغير في X ناقص بيتا ضرب التغير في CT حاولوا تطبيق نفس العمليات الجابرية لإيجاد معادلة للتغير في CT شرطة بأنفسكم وستجدون أن دلتا CT شرطة يساوي C ضرب دلتا T شرطة لأن C ثابت ويساوي غاما ضرب التغير في CT ناقص بيتا ضرب التغير في X بعد انتهاء الفيديو حاولوا اشتقاق هذه المعادلة جبرياً تماماً كما فعلتم مع هذه المعادلة فالتغير في CT شرطة يساوي CT النهائي أو CTF ناقص CT الابتدائي أو CTI ثم عوضوا هذه المعادلة مكان كل CT في المعادلة وستحصلون على النتيجة المطلوبة والهدف من هذا كله هو تسهيل عملية التفكير في التغير الذي يحصل في الإحداثيات مما يساعدكم على التفكير في السرعات المتجهة المختلفة للأجسام في مناطات الإسناد المختلفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر